يامس الخير ويأهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الأهلوية اللي بيتابعونا وتحت عنوان القدر كان رحيما بالمصريين وبالمنتخب المصري الحقيقة حقق منتخب مصر فوز صعب جدا على منافس عنيد في المقام الأول ولكنه في النهاية منافس مطادة خد بال حضرتك دايما واحنا منتكلم على مواجهات منتخب مصر وعلى مطشط منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا عين على أمم أفريقيا وعين تانية على كاس العالم بالتأكيد لأنه ده الهدف الأساسي وواحد من أهدفنا واحنا منتقدم خطوة بعد خطوة في بطولة أمم أفريقيا أن احنا نتطمن على وصول المنتخب الوطني لمستوى يؤهلوا المنافسة بجدارة على بطاقة التأهل لبطولة كاس العالم ملاحظة يمكن ما تكونش عدت على كتير لأنه أنا عارف أنه المصريين مهتمين بمتابعة مطشط منتخبنا بشكل أساسي وناس كتيرة جدا بحكم الوقت وحكم توقيتات المطشط ما بتتبعش بقيتش بقيت المطشط في البطولة لكن خليني أقول لحضرتكم أن واحدة من الحاجات التي تعتبر مفاجأة أو تعتبر تناقط كبير جدا على علامة السفهام هي تقلق المنتخبات أصحاب المستوى الثاني من التصنيف يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا في تصفيات كاس العالم عندنا خمس منتخبات صاحب التصنيف أول هي المغرب وهي تونس وهي الجزائر ومعاهم السنغال ونيجيريا وبعد كده منتخبات التصنيف الثاني أو الخمسة اللي هم من السادس للعاشر اللي فيهم منتخب مصر والكاميرون وكوديفور ومالي والكونغو منتخبات المستوى الثاني أو من السادس للعاشر في البطولة دي متألقيين متعملقيين باستثناء المنتخب المصري اللي أحط بين قرسين الحقيقة علامات السفهام كتير وهتكلم طبعا على الأداء مبارح النتيجة أول الحمد لله يعني محدش يقدر يكلم حقانا المطلوب وحقانا الهدف من المباراة وخصوصا أنها جت في فترة يعني كنا متوقعين أن مستر كارلوس كيروش يعني يعني يبالغ في افتكاساته وفي اختراعاته الحقيقة تعودنا عليها لكن الحمد لله مبارح بدأ المباراة بالتشكيل الأفضل وبدأ المباراة بالطريقة الأنسب والرغم من كده طبعا على مستوى الكرة والفنيات إحنا ما شفناش أداء يطمن إلى حد كبير لكن حقانا المردود هرجع للكاميرا تانية بص على منتخب مالي بص على منتخب الكاميرون بص على منتخب كوديفور كلها من منتخبات أصحاب التصنيف التاني هتلاقيهم بيقدموا عروض قوية جدا 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 لا تموت إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد بفكرة التصنيف وهنا الكلام عن الكورة أنت رايح تعمل إيه؟ أنت رايح تنافس رايح تلعب رايح تقدم نفسك رايح تعبر عن شخصيتك ولا أنت رايح متحفز فقد الثقة في إمكانياتك وفقد الثقة في لعبتك بمنتغ الصراحة المصريين أعتقد إمبارح يعني إذا كان في رصيد ميستر كيروش متبقي شيء بسيط جدا أعتقد أنه هو شخصيا قضى عليه بشكل كبير وأعتقد أنه المطالبة حتى لو لم يحدث ذلك يعني حتى لو لم يقرر المسؤولين الاستغناء عن كارلوس كيروش اللي كلمت إمبارح على عقده وكلمت وقلت أنه علامة استفهام كبيرة جدا 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 أعتقد أنه بالنسبة للجمهور على أهل جمهور الكرة أعتقد أنه المدرب الوطني بقى مطلب شعبي قبل تصفيات كس العالم على كل أحوالها نشوف ونتمنى يعني أتمنى أنه العجلة تبدأ في الدوران قلت إمبارح أنه خسارة المباراة الأولى وخصوصا أنها كانت قدام المنتخب الأقوى في المجموعة معنا شيء مش نهاية المطاف وياما الحقيقة بدأنا بطولات مجمعة بخسارة مباراة أولى ونجحنا في النهاية بالتتويج سواء كنت أتكلم على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات المهم أنه العجلة تدور ومنتخب مصري يقدم الأفضل رغم من الحقيقة أنه التشكيلة والأسماء ما أعتقدش ممكن أي حد يراهن عليها في الوصول لأبعد مدى يعني كان نفسي جدا نبقى راحين ننافس على أقل نوصل مباراة نهائية بالمية تقول مربع دهبي لكن أعتقد بالأداء ده بالروح دي بالشخصية دي مهمة المنتخب الوطني صعبة جدا وإن كنت أتمنى أنه يثبت عكس كلامي